أستاذ العدول خادوا هذا الإضراب نظراً لأن الموضوع ديال تغيير القانون اللي هو الآن مشروع قانون 16-22 هو كان محط نقاش منذ بداية القانون يعني من الوقت اللي تحط القانون ونحن نطالب بتعديله لأنه كان مشوباً بمجموعة من العيوب ومؤخراً أننا تنتفاجئوا بواحد الخرجة ديال السيد وزير العدل أستاذ وهبي هذه الخرجة كان فيها واحد نوع ما ديال تعالي وفيها واحد نوع ما ديال السيفزاز اللي هو أطار الغضب ديال السادة العدول علاش؟ أولاً طريقة ديال الإجابة كانت تتبين بأن كين تسويق لواحد المجموعة ديال المغالطات لأننا نعرف أن هذا المطلب ديال الإيداع هو مطلب تم الاتفاق عليه عبر وزارة يعني مسألة الإيداع هي واحد الآلية اللي الآن هي متوفرة للسادة المغتقون ومن حرمين منها السادة العدول بمعنى أن المتعاقدين يجيب برمو واحد العقد ديال بيع أو عقد ديال تفويت عامة فهناي هذه الأموال ما يمكنك سلمها صاحبها إلا بعد استفاء جميع الإجراءات من تجيل وتحفظ وأداء جميع الضرائب المتحمل بها هذا العقر يعني ضماناً لحق المشتري وكذلك ضمان لحق الدولة في استفاء ما ينبغي استفاءه من واجبات يعني على كاهل ذكسي لغيبع فإذاً هذه العملية تتم عن طريق صندوق الإيداع والتدبير هي آلية تقنية بالنسبة للمتقين تعطيت لهم وإحنا تنطلبوا بها يعني أن المواطن يعني ذاك البائع والمشتري تيجي حضروا للمكسب ديال يعني اللي غا يقوم بالعملية سواء عدل أو موتق فالموتق تتمكن من هذه الآلية هذه الآلية ديال أنه تيخد ذاك الأموال تحطىها في صندوق الإيداع حتى تتم الجميع الإجراءات عادة من بعد منها تسلم لذك سيد يعني الواجبات دياله تكون تؤدي له واحد الشيك مثلاً في اسم دياله الخاص فهذاك الشيك تتلمو هذاك البائع وبالتالي بعد المرات يقدر يكون هذاك العقار متقلب يعني بمبالغ اللي هي تكون خيالية وبالتالي هنا يتكون العجل مع هذاك البائع هم متضامنان في أداء الحقوق يقدر هذاك اللي باع يقدر يكون غادرت ثورة بالوطني فهنات يكون العجل يعني محطوط في هذا الحرج وهذا الإيداع يعني مش يغي عنده علاقة غيب البيع والشراء عنده علاقة بمجموعة ديالأمور اللي محرومين من هذا السادة العدل منذ القانون ديالألفين وعشرة إلى الآن أن التنجيو تلقى القانون المالية تتكلم على أن الذي يبرم العقد اللي مشمولة بالدعم تبرمها المواتق وهذا تنعتبر هو نحياز وتمييز ما بين فئة ديالنس المواتقين داخل المغرب اللي هم السادة العدل والمواتقون بمعنى أنك تميل إلى المواتق بمعنى هنا يكون واحد العلامة تستفهم تطرح علاش المواتق؟ وهنايا تكونوا هذك الفئات اللي هي معوزة اللي تياخدوا واحد يعني واحد الدعم من طرف الدولة بعد مرة تيخدعوا المبالغ خيالية في إطار تحرير ذاك العقد ديالهم وعلاش أن هذا العدل اللي هم الأصل داخل المغرب يعني التوتيق العصري جاء في 1925 وشابته بمجموعة ديال الإخلالات بأن المواتق فرنسي وما تمت مغربته في 2011 بمعنى أن هذه العقود ما بين 1925 و2011 التي أبرمت بينها مغاربة فهي ربما الناس ديال القانون هما اللي يقدرون أنه يقولون أنه وشيها عقود صحيحة أو باطلة مشروع القانون الآن هو في إطار الغرفة الثانية يعني تتناقش من جلس المستشارين فهناي الخرجة ديال سيدة وزير العدل كانت خرجة غير موفقة أولاً تقول بأنه عرضت على الجامع الفرقاء السياسيين وكلهم تنعوا أرفضوا وهو تقول أنا نعاونكم كأننا إحنا واحد الناس عندنا إعاقة الحق حق وليس لك الحق بأن تدفع لنا عليه لأنه لا تدفع لكم به بمعنى أنك تدير شيء حواج خارقة في حين أنك أنت كأجئت في واحد الإطار ديال التسلسل ديال مجموعة الوزراء لكالاتفاق المبدئي هو الإدع وهذا الأمر هذا هو حق يضمنه الدستور وجميع القوانين المنظمة أملاك يعني أنه حرموا منها لسبب بسيط أنها بعد المرات نعطيك على سبيل المثال أرض تتكون في إطار أنها تتكون ملكية ملكية عجلية أو أنها بعد المرات تتكون ما عندهاش وطائق فالذي يهيئ هذا الملف هو السيد العدل ومن بعد ما تهيئها تقدر له واحد المادة 18 ديال استمرار الملك وتتولي ملكية ومن بعد تتضع في المحافظة العقارية باش أنها تولي مطلب ومن بعد منها تتولي أرسم عقاري وهذا الأرض هذي كيف قلت يعني في حيوارات سابقة تقدر تكون فيها واحد الجد نسميه العاشر بمعنى أن العمليات تتطلب واحد العملية حسابية ويعني يفرج الورثة وهادوك الورثة اللي يبقاوا يعني ستسعتهم الأنصبة ديالهم بناء على عملية هندسية حسابية دقيقة وفق نظام الموارث فهنا يا هذا العمل هذا الجبار كامل يقدر ياخد منك واحد المدة ديال نصف سنة بل أكثر من ذلك يقدر ياخد منك سنة ومن بعد تيجي الموثيق بعملية بسيطة تولي هو اللي غايكتب علاش لأنه هو اللي عنده هذه الآلية ديال الإيداع ويحرم منها السادة العدول اللي هي الأرضية الكاملة لهذا الحق بالنسبة لمسألة علاش الموثيق وحيرمان العدل أولاً مثلاً تكلموا عن الموثيق لحد ديالآن من خلال تجارب ديال ولوج السادة الموثيقون اللي مهنة هم يخضعون السادة بداخل المكاتب يعني أنهم تقوموا بإجراءات اللي هي شكلية وتخضعوا أنهم تحضروا مع الموثيق ويباشرونه بعض العقود في حين أن السادة العدول منذ 2010 كان واحد الفوج الذي تلاه فوج آخر لأنهم بعد الامتحان المهني ومن بعد ما تم القابول ديرهم مشاوا دروح تكوين داخل المهند العالي للقضاء وهذا التكوين هذا كان أكاديمي يعني بمواصفات عالمية أنهم خضعوا تكوينات من طرف بجموعة ديال أهل الخصصص في المالية في الأسرة وعاد خضعوا لتدريبات داخل المكاتب والسادة العدول كانوا من ديال المؤطرين وكنت أنا من ديالهم لأضطرنا هاد الأفواج اللي تخرجت بمعنى ومن بعد ما تكونوا المدة سنة كان واحد الامتحان على ذاك المواد اللي درسوه وعلى ذاك التدريبات اللي تدربوه وهادك الامتحان يعني أنه إلا جتازو تيخرج باش يمرس المهند العدالة وإلا ما جتازوش أنه يحرم أنه يلتحق بهذا المهند العدالة بمعنى أنه كان واحد المسألة ديال متشددة التي لم نراها مع السادة المتقن إلى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر